أنها تشرعن صراحة الوجود الحوثي في الحديدة لجهة الإبقاء على وجودهم الأمني والإداري والمالي في المدينة وموانئها مع استبعاد الشرعية كما انتقد وزير الثقافة اليمني أداء غريفث في تعاطيه مع ملف الحديدة لافتا إلى أن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيء جدا وتساءل عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد حسب فهم غريفث تسليم الحديدة للحوثيين مشككا في مساعي غريفث والمقترح الأممي الذي يتفق بحسبه مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة كما حذر دماج من إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلة الانقلاب لأنه سيؤسس لمشروعات جديدة